السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللغة العربية الصف التاسع الجزء الثاني الوحدة التاسعة الأخلاق الحسنة الاستماع استمع إلى نص الأخلاق الفاضلة الذي يقرأه عليك معلمك من كتيب نصوص الاستماع ثم أجب عن الأسئلة الآتية واحد بما وصف الكاتب الأخلاق في بداية النص ثانيا لما كانت رسالة الأنبياء تحث على الأخلاق الفاضلة ثالثا ما معنى الخلق الحسن رابعا ما نتيجة التحلي بالخلق الحسن خامسا أذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحث على الأخلاق سادسا للخلق الحسن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصال ثلاث أذكرها التحدث واحد تحدث إلى زملائك في مضمون قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ثانيا حاور زملائك في مضمون البيت الآتي فاستعن بالرفق إن رمت صعبا ربما يسهل بالرفق صعبه القراءة عمل الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحل له منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثانيا حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسري قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه ثالثا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رابعا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء جو النص تعرض الأحاديث الشريفة قيما وأخلاقا عامة يجب أن نتحلى بها وفيها دعوة إلى عمل الخير المعجم والدلالة واحد أضف إلى معجمك اللغوي يتحلل يتخلص فحمل عليه ألحق به المعصر الفقير ثانيا عد إلى المعجم واستخرج معاني المفردات الآتية مظلمة موسر زان ثلاثة فرق في المعنى فيما تحته خط ألف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم الخط تحت عرضه قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الخط تحت عرضها با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه الخط تحت تجاوز لا تتجاوز في قيادة السرعة المحددة تتجاوز الفهم والتحليل واحد في دوء دراستك الحديث الأول كيف تقضى الحقوق لأصحابها ثانيا بين أثر التيسير على المعسر في نشر الألفة والمحبة والتعامل بين أفراد المجتمع في دوء دراستك الحديث الثاني بعد دراستك الحديث الثالثة أجب عما يأتي ألف ما أهمية الرفق في حياة الناس با أذكر أمثلة على الرفق في التعامل مع الآخرين رابعا بعد دراستك الحديث الأخيرة أجب عما يأتي ألف ما أثر الرحمة في المجتمع با أذكر صورا من صور رحمة الإنسان بأخيه الإنسان خامسا قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ألف إلى ما تدعو الآية الكريمة با استخرج من الأحاديث الشريفة ما يتوافق معها سادسا سجل أربعة من الدروس المستفادة بعد دراستك نص القراءة التذوق الأدبي أولا ورد في نص القراءة مجموعة من القيم الإنسانية المشتركة أذكرها ثانيا وضح الصورة الفنية فيه إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ثالثا استخرج من نص القراءة العبارة التي تدل على كل مما يأتي ألف مساعدة الآخرين با أداء الحقوق إلى أصحابها رابعا استخرج من نص القراءة أمثلة على الطباق قضايا لغوية ناصب الفعل المضارع الناقص في عبارة قبل أن لا يكون هو ألف لا الناهية با لا النافية جيم أن لا دال أن الناصبة ثانيا الفعل تكون في عبارة وإن لم تكن له حسنات ألف مبني على السكون با مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون جيم مجسوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره دال مجسوم بلم وعلامة جزمه السكون ثالثا أعرب ما تحته خط إعرابا تاما ألف حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الخط تحت حوسب رجل ممن وشيء با ارحموا من في الأرض الخط تحت ارحموا الكتابة اكتب في واحد من الموضعين الآتيين واحد قصة عن حق الجار على جاره ثانيا مقالة عن أهمية مساعدة الملهوف دي الحاجة مختارات من لغتنا الجميلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حسن مطلع أقمار بذي سلمي أصبحت في زمرة العشاق كالعلم كيف السلو ونار الحب موقدة وسط الحشا وعيون الدمع كالديم أحبة ما لقلبي غيرهم أرب وحبهم لم يزل يربو من القدم خير النبيين والبرهان متضح عقلا ونقلا فلم نرتب ولم نهمي أسناهم نسبا أزكاهم حسبا أعلاهم قربا من بارئ النسمي أعظم به من نبي مرسل نزلت في مدحيه محكم الآيات من حكمي تبارك الله من أوحى إليه بما أوحى وخصصه بالمنتهى العظمي دنى ونال فلاثان يشاركه فيما حواه من التخصيص والكرمي ذو الجاه حيث يضم الخلق محشرهم ولا يرى غيره في الكشف للغممي ذو المعجزات التي منها الكتاب فيا بشرى لمقتبس منه بكل جمي يتلى ويحلو ولا يبلى وليس له مبدل وهو حبل الله فاعتصمي فريد حسن تسامى عن مماثلة في الخلق والخلق والأحكام والحكمي بدر الكمال كمال البدر مكتسب من نوره وضياء الشمس فاعتلمي أعظم به من نبي سيد سند هاد سراج منير صفوة القدم طاه الذي إن أخف ذنبي ولذت به آمنت خوفي ونجاني من النقم يا أكرم الرسل سؤلي منك غير خف وأنت أكرم مدعو إلى الكرم حسبي بحبك أن المرأة يحشر مع أحبابه فهنائي غير منحسم مدحت مجدك والإخلاص ملتزم فيه وحسن امتداحي فيك مختتم عائشة الباعونية من 864 إلى 922 هجرية تنسب إلى قرية باعون الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة عجلون الأردنية واحد الديم مفردها ديمة وهي المطر يطول زمانه في سكون ثانيا رب الشيء ربوا وربوة نما وزاد ثلاثة النسم الخلق والناس الغمة الكربة أو المصيبة الجم الكثير من كل شيء إنحسام الأمر انتهاؤه النشاط واحد عد إلى أحد كتب السيرة النبوية ثم ابحث عن بعض عناصر الكمال والجذب في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي جعلته القدوة الأولى بلا منازع واعرضها على زملائك ثانيا عد إلى الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت أو مكتبة المدرسة وابحث عن قصة من قصص الرفقي وقرأها على زملائك ترجمة نانسي قنقر